كما التقى رئيس عبد الفتاح أسيسي في مدينة بغيستا الفرنسية مع يونس جاهر ستورة رئيس وزراء النرويج وصرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن رئيس عبد الفتاح أسيسي أعرب عن تقديره للعلاقات الثولئية التي تجمع ما بين البلدين وما تشهد تلك العلاقات من تطور خلال الفترة الأخيرة مؤكدا سيادته التطلع لتعزيز التعاون الثولئي مع الجانب النرويجي في مختلف المجالات فضلا عن التنسيق والتشاور حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك من جانبه أكد رئيس وزراء النرويج حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع مصر مشيرا إلى محورية الدور المصري في الحفاظ على الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ومعاربا عن تطلعه لتكثيف أطر التعاون الثنائي ما بين البلدين وذكر المتحدث الرسمي أن لقاء تناول بحث سبول دعف فعيل علاقات ما بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك خاصة مجالات الطاقة والتبادل التجاري فضلا عن الاستفادة من الخبرات النرويجية في المشروعات المرتبطة بمجالات الطاقة النظيفة والنقل إلى جانب مناقشة سبول تعزيز التعاون الثلاثي ما بين مصر ونرويج في إفريقيا في ضوء الاهتمام المشترك للجانبين بدعم التنمية في القارة بالإضافة إلى التباحث حول إمكانية توطين الاستثمارات النرويجية في مصر في ظل المناخ المشجع للاستثمار كونها بوابة للتصدير للقارة الإفريقية كما تمت مناقشة سبول التعاون بين الجانبين لتأمين وتسهيل أنشطة الملاحة الدولية خاصة في ظل أهمية قناة السويس كأحد أهم الممارات الحيوية لحركة التجارة الدولية مع بحث إمكانية الدفع نحو صياغة آلية للتعاون الدولي لتحجيم التلوث البحري في ضوء الدور الرائد للدولتين في هذا الصدد كما شهد اللقاء أيضا التباحثة بشأن أخر المستجدات على صعيد عدد من الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك حيث أعرب رئيس وزراء النرويج عن تقديره للجهود المصرية للوصول إلى حلول سياسية لمختلف الآزمات الذي يمر بها محيطها الإقليمي المضطرب بما يساهم في عودة الاستقرار والأمن لدوله اشتركوا في القناة